السباح الخير وأهلاً بكم معانا وحلقة جديدة من برنامج شباب على الهوى بنرحب بكم معانا النهاردة والنهاردة وزي كل يوم إحنا بنقدم كل ما يهم الشباب هي شبابنا في مصر شباب زي الورد وزي الفل وعنده أفكار كتير وعنده أفكار متنوعة منهم مخترعين ومنهم مبتكرين ومنهم عندهم هوايات مختلفة كتير وعندهم طاقة قوية جداً نفسهم أو بينزلوا فعلياً على أرض الواقع وبينفذوا أفكارهم دي إحنا من خلال برنامجنا بنحب إن إحنا دايماً نلقي ضوء على الشباب ونديهم فرصة من خلال برنامجنا إن هم يعرضوا موهبهم المختلفة واخترعاتهم المختلفة وابتكاراتهم المختلفة ودايماً بنحب نقدم كل ما هو جديد من خلال برنامج شباب على الهوى النهاردة من خلال برنامج شباب على الهوى حنتكلم عن الزكاء الاصطناعي والزكاء الاصطناعي ده يعني طبعاً هو مصطلح جديد ممكن يكون على ناس كتير أو علينا لسه فيه ناس مش فهمة إيه هو بالضبط الزكاء الاصطناعي ما تعملناش معاي يعني مباشر لكن شوفنا أمثلة يعني مثلاً شوفنا الروبوت صوفية اللي أخدت الجنسية السعودية وتم استضافتها من يعني إعلاميين كتير في العالم وهي بتتكلم هي روبوت بس هي بتتكلم زينا كده وممكن تسألها سؤال ترد هي بطريقتها بإسلوبها وهو ده الزكاء الاصطناعي هي بتتزود بمعلومات كتير جداً بس بيبقى هي بقى بتعرف ترد بطريقتها من المعلومات اللي عندها فبترد على الأسئلة ويعني بيكون فيه حوار يعني ممكن تعمل معاك حوار فده مثلاً للزكاء الاصطناعي زكاء الاصطناعي كمان فيه application أو site جديدة يعني طبعاً مكسارة الدنيا واللي هي chat GPT ودي كلها عبارة عن الزكاء الاصطناعي هي حاجة عاملة زي جوجل كده لكن مختلفة طبعاً تماماً ومكسارة الدنيا ويعني التكنولوجيا طبعاً يعني إحنا في عصر التكنولوجيا ولازم نبقى up to date زي ما بيقولوا أو دايماً عارفين اللي بيحصل ومنحاول نواكب التكنولوجيا لأن إحنا في العصر ده يعني فخلونا نطلع لفاصل وهنرجع تاني هنتكلم النهاردة عن الزكاء الاصطناعي وإزاي بيفيدنا وإزاي حيفيدنا ونتعرف عليه أكتر تعالوا نطلع لفاصل ونرجع تاني رجعنا مرة تانية وحبنا الحقيقة معنا صورة إيجابية ودايماً بنحب نعرض صورة إيجابية من خلال برنامج شباب على الهوى صورة الإيجابية حتى لو صورة بسيطة لكن صورة إيجابية موجودة في مجتمعنا النهاردة صورتنا الإيجابية عن محمد الخولي هو مهندس المهندس محمد الخولي هو بيشتغل في مكتب استشاري هندسي بينفذ مشروعات ضخمة لفنادق ومستشفيات وهو الحقيقة دخل الزكاء الاصطناعي في شغله بيؤكد المهندس محمد الخولي أن قصة التعامل مع زكاء الاصطناعي بتحتاج للتعامل بفهمة مع العقل الإلكتروني فكلما ارتفعت الاحترافية يمكن تغيير تفاصيل معينة في أحد المشاهد بل وتضع شكل المدن المصرية بالكامل في المستقبل كما تتخيل هو عمل مدينة القاهرة في تخيله بالزكاء الاصطناعي مدينة القاهرة المستقبلية يعني فإيه هو الزكاء الاصطناعي ده؟ ده حنتكلم عنه النهاردة برضو في حلقتنا لكن هي دي كانت الصورة الإيجابية بتاعتنا نطلع لفاصل الأول ونرجع تاني ورجعنا مرة تانية وإحنا حنتكلم النهاردة عن الزكاء الاصطناعي إيه هو الزكاء الاصطناعي؟ وبيفيدنا إزاي الزكاء الاصطناعي ده؟ ممكن الناس كتير ما تبقاش فهمة إيه هو بالضبط مع أن إحنا شفنا أمثلة يعني مثلا شفنا الروبوت صوفية دي عبارة عن زكاء اصطناعي ممكن يتم معها حوار كامل في اللي بنسمع عنه تشات جي بي تي ده برضو عبارة عن استخدام الزكاء الاصطناعي يعني هل إحنا إيه هو ده؟ وإزاي ممكن يفيدنا إحنا كمجتمع ويفيد بلدنا إزاي ده اللي حنتكلم فيه والزكاء الاصطناعي ده دخل في حاجات كتير بقى في التصميم الجرافيك في كل حاجة يعني هنفهم أكتر أنا معي النهاردة الأستاذ محمود صلاح هو مصامم جرافيك أنا برحب بك معنا إزايك أخبارك إيه إزايك لو عايزين نبسط للناس كده في الأول تعريف يعني الزكاء الاصطناعي كده بأسلوب الناس يوصل لها إيه هو الزكاء الاصطناعي ده؟ هو ببساطة أن أنا عايزة أخلي الآلة تبقى عندها زي طريق التعليم تشبه البني آدم ده بالظبط الزكاء الاصطناعي أن أنا عايزة أخلي الآلة تعمل الحاجة اللي بني آدم بيعملها بنفس طريقة التعلم اللي البني آدم بيقدر يتعلمها فده ببساطة لزكاة للصناعات يعني أكنه بني آدم يعني آه بالزبط أكنه بني آدم صح كده ده اللي بنحاول نوصل احنا شوفنا مثلاً صوفية بالزبط دي اسمها language model اللي هو كل اللي بتعمله اللي هي بتقدر تتكلم فهي بتقدر تحلل الكلام اللي داخل لها وتقدر على أساس وبقى تقدر تجاوب ده من المعلومات اللي داخلها لها بالزبط صح كده طيب دي language model اللي هو كل اللي هي بتقدر تعمله ان هي تتجاوب على أسئلة وتتكلم في حاجات تانية بقى بتعمل حاجات تانية بالزبط فيه model تانية زي مثلاً حاجة ليها علاقة بالgraphic design او الart عمتاً الفن زي احنا عرفنا شات جي بي تي مثلاً يعني خلينا حاجة حاجة بناروح عشان الناس تفعل اللي هو ليه علاقة بالتصميم بالgraphic ده بيعمل ايه بيصمم يقدر يطلع مثلاً social media design يقدر يطلع رسمة اتباع الحيط ممكن يطلع هو يصمم لو احده يعني بمجرد بس انا بكتب له كلمة او جملة هو بيقدر يرسم لي الجملة اللي انا كتبتها له الحاجة اللي انا طلبتها منه فده جزء جديد ده model جديد هو طب ما عالش سؤال هو الكمبيوتر ما كانش بيعمل كده يعني لا ما كانش يقدر يعمل كده مايرسملكش حاجة بالزبط لكن ده يرسملك بقى يعني قلت له مثلاً انا عايز ارسم مبنى معين هو يرسم زي اكنه مهندس معماري بالزبط اه على حسب الله شرح مثلاً انا عايز المبنى لونه ازرق معظم الشبابيك بتاعته ازاز هيقدر انه يطلع ايديه على حسب الوصف نفسنا ويديك الموضل بتاع الرسمة بالزبط تمام تشات جي بي تي اللي هم كسر العالم دلوازي ده language model ده language model برضه بالزبط ليه بيعمل ايه ده بقى ده زي جوجل يعني اللي فتنته انه search engine عامل زي جوجل ايه يعني متقدم شوية متقدم شوية انه بيجي حاجة واحدة يعني بالزبط لانه فيه data set كبيرة او قاعدة كبيرة جداً من المعلومات فبيقدر من من عن طريقها انه هو ايه طيب شايف حضرتك ده معانا اللي هي الروبوت اه بالزبط ده language model ده لا ده مش language model ده رسمة الاي اي 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 او الزكاية السنوية هو اللي رسمها دي حاجات من اللي انا جربتها اه مش بني ادم اللي رسمها يعني لا مش بني ادم دي رسمة مرسومة كلها ده انت اللي عامل مش انت يعني انت من خلال الزكاية الاصطناعية طلبت من الاي اي اي انه هو يقدر يرسم روبوت او يتخيل روبوت بيحاول ان هو يبقى بني ادم يعني ده تخيل الزكاية الاصطناعية مش تخيل بني ادم بالزبط وهنا كان بيرسم ممثل عدل الامام بس يعني التفاصيل مش احسن حاجة بس انت قلت له ايه بقى يعني قلت له يتخيل عادي الإمام على بوستر فيلم أكشن هو عارف عادي الإمام؟ آه لأنه عنده data set كبيرة عنده data set كبيرة فأنت قلت له رسم عادي الإمام على بوستر فرسام لك ده بالزبط عادي رسام لك عادي الإمام برضه هو شخص قريب بس يعني واحدة واحدة هتلاقي يعني ما هواش هل في إتقان زي مش هتبقى مية في المية يعني حاليا هو لسه الموديل بتاع أو الـ diffusion model ده اللي هو بيرسم لسه طالع مثلا من سنتين أو بدأ يعني تطويره يمشي بشكل سريع من سنتين فالحاجات اللي هو بيطلعها مش تبقى أحسن حاجة مثلا يطلع مثلا حاجات مقبولة بنسبة 80% مش مية في المية لأنها تحتاج في الآخر بني أدم باكاة يجي يعدل عليها أما الكمبيوتر ما كانش يعرف يرسم مثلا تصميمات بيعمل كان حاجات 3D زي الأفلام مثلا في هوليوود ما هو الأفلام بتتعامل عن طريق تيم مش مجرد الكمبيوتر اللي بيعملها من نفسه لازم يكون فيه تيم شغال على البروجيكت ده وهو مثلا اللي بيعمل تيم مسؤول عن حاجة اسمها 3D modeling هو مثلا هيعمل شخصية خيالية فهما اللي بيرسموا الشخصية على الكمبيوتر بذلك بني أدم بيرسمها على الكمبيوتر لكن ده لأ ده مش محتاج بني أمين قريم بقى في AI يشغالين عليه برضو الشركة بتاعة شات جي بي تي اللي هي open AI شغالة على AI تاني بيعمل 3D models هو بيعملها من نفسه يعني هيحاول ان هو بعد كده يستبدل فعلا كلامك ده معناه انه مجالات كتير جدا يعني خلاص يعني انت كده مثلا الـ graphic design مثلا خلاص فيه دلوقتي حد بيعمل graphic designing لو حنحتكي graphic designers في قصد يقول يعني بيقلل من مطالب الناس ده هيحصل ده لازم يحصل يا هيا دي لطبيعة أنا لو ما فضلتش مواكب التطور اللي بيحصل أنا مش هيبقى ليه شغل فأنا عشان اواكب لازم اطور من نفس لان في الاخر هو الـ AI بيطلع الشغل بتاعه ده ملي مبني على الحاجات اللي البني آدم عملها هو اتعلم من شغل البني آدم فهو في الاخر يعني طب هو في الاخر بتعلم من البني آدم يعني حضرتك تقول ان البني آدم دايما هيبدع اكتر من يعني احنا دلوقتي سقف الابداع مثلا وصل لحتة معانا احنا كنا بنتنافس مع نفسنا بني آدمين زينا بس بعد كده بقى عندنا فيه AI بيحاول انها يتنافس معنا واسرع مننا ده كان ممكن لما يعني مثلا الـ AI ده يرسم بقى عدل امام مظبوط زي أي هو حاليا بيرسمه مظبوط يعني دي كانت مثلا من ست شهور الحلقة دي كنت عاملها عندي على اليوتيوب من ست شهور كانش لسه متطور بالشكل اللي هو يقدر يطلع عدل امام دلوقتي يطلع عدل امام اه انا عملت موديل بيقدر يرسمني انا شخصيا وخليته يعني فيه حاجات موجودة اعتقدها تظهر كمان شوية صور دي مش ما فيش حد رسمها لي مش حقيقية لي والـ AI هو اللي رسمني بي وشكلها وقعي قدر يرسم ملامحي طب هل بقى فيه فنان ممكن يبدع اكتر من الـ AI طبعا احنا دلوقتي شايفين ان احنا وصلنا لأقصى سقف الابداع مثلا بس بعد كده لازم هيبقى هنكسر السقف ده لانه هو وإلا الـ AI فعلا هيقعد كل الناس في البيت الناس اه بالزبط خلاص عسنة لو يعني صاحب شغل شركة ايا كان خلاص ما هانا لو عندي حاجة بتقوم بالزبط ده هيحصل ده في وقت من الاوقات هيحصل طيب خلينا نشوف تقرير ونرجع تاني نكمل حواله رجعنا مرة تانية طيب هل الزكاء الاصطناعي ده مش ممكن يقالل الابداع ما هو خلاص بقى يعني لو انا عندي حاجة بتديني كل المعلومات وكل حاجة هابدع ليه يعني هو لا مش هتأثر على ان الابداع يقل بالعكس هو هتأثر ان الابداع هيزيد بس ده للناس اللي هتطور من نفسها فعلا فيه ناس اه هتستخدم الحاجة لـ AI بيطلعها وخلاص ده كده كويس طيب انا اطور من نفسي ازاي في وجود الـ AI ده انا مضطر اعمل كده لان لو ما عملتش كده خلاص شغلة انتي هتروح طيب انت ازاي بتستخدم كـ Graphic Designer او مصمم Graphic الـ AI مهمتك لقتي هيعمل لك كل حاجة مش كل يعني حاليا هو مش بيعمل كل حاجة ممكن استخدمه ان انا اطلع افكار في الـ Artists الفنانين او المصممين Graphics بساعات بتجيرهم حاجة كده اسمها الـ Art Block معرفش اطلع فكرة معرفش اطلع فكرة جديدة بتيجي وقت ان انا زيقت او هديك افكار كمان؟ بالزبط يعني انا مثلا او طلعت طلطلو انا مثلا عايز اعد برنامج وعايز اعمل برنامج مثلا اديني مثلا 30 حلقه عانوين 30 حلقه يعمل لي ده؟ اه شات جي بي تي يقدر يعمل كده شات جي بي تي يقدر يعمل كده ده حاليا يقدر يعمل كده مش في المستقبل ده هو بيعمل كده ويعد ويكتب لي الاسئلة بزبط يعني الكل ده بزبط لوحده كده اه طب انا شايفة الصور دي اه هنا الصور دي دي الـ AI بيحاول يرسمنا انا شخصيا يعني دي مش صور حقيقية لي دي الـ AI حاولت ان انا ادربه على صور لي بحيث يقدر يرسمني لما اطلب مثلا منه ان انا عايز اظهر بشكل ملك ده هو ده انت؟ ده مش انا في الحقيقه ده الـ AI هو اللي بيحاول يرسمني ده هنا كان لو تعرفي مسلسل جيموف ترونز فانا قلت له يحطني مكان ممثل في المسلسل فهو هنا حط وشي مكان الشخص بنفس بس هنا ملامحك اصبب كثير يعني هو فيه حاجات هيقدر يطلعها مظبوطة ورعيبة لأيه قوي وفيه حاجات نص نص اه اللي هو اقدر اقول اه ده شبه محمود بس يعني ده هنا بدل الـ هنا كأنها رسمة قديمة وكأنها الموناليزة اه بالزبط فكل دي صور ما فيش بني ادم هو اللي رسمها ودي؟ كله؟ ولا واحدة من دول حقيقية؟ طيب يعني ايه خطرته طيب؟ والله هو خطرته يعني مش هتبقى خطر لو احنا عارفين ان فيه حاجة بتعمل الكلام ده يعني ممكن خطرته في الفترة دي ان ممكن انا كشخص مش كويس ممكن اعمل حاجة به ازور حاجة مثلا لشخص او اركب وش شخص على حاجة دي هنا الخطورة بتاعته بس طبعا هو الغاية دلوقتي زي الفوتوشوب يعني؟ زي الفوتوشوب بس هنا اسرع بقى في ايد اي حاجة اسرع واتقن وكل حاجة يعني الفوتوشوب عايز حد يعني فاهم التول بتاعت الفوتوشوب ويقدر يستخدمها طب هو الاي اي بيعمل لك فوتوشوب؟ يقدر اه في حاجة اسمها اصلا طلع قبل الموضوع الموضوع اللي هو تصميم الثور بالاي اي اي في حاجة اسمها الديب فيك وحصل بيها بلاوي دي كل شغلانتها ان انا بخلي الاي يتمرن على وش شخص وقول له خد ركبه على الفيديو ده بيركبه وبيعمل كل حاجة او مش شغال في مصر الشات جي بيتي للاسف او مش شغال في مصر بس يعني ليه فيه طرق ان الناس تقدر تشغلوا يعني عن طريق اكاونتات يعني قريدي معمولة من بره بيقدروا يجربوه طيب ايه حيفدنا ازاي الجي بيتي؟ لو مش الجي بيتي الزكاء الاصطناعي يعني انا بالنسبالي انا عملت في شغلي انا عملت الطول كده مبنية على الاي اي مبنية على حاجة اسمها ستيبل ديفيوجن ده اي اي مفتوح المصدر فاي حد يقدر يطور فيه فعملت موديل بيقدر ان هو يصمم سوشيال ميديا ديزاين لشركة معينة بالبراندنج بتاعها بألوانها باللوجو طبعا الحاجة النهائية مش تطلع ان انا اقدر استخدمها بس هو بيطلع للافكار يعني انا اقدر اخد فعلا فكرة من اللي هو نفذها لي وابدأ انفذها انا بقى بالفوتوشوب بشكل كويس وبروفيشنال واستخدمها اي طب قبل ما انهي الحقيقة سريعا ازاي بقى الواحد يطور من نفسه بزيل التكنولوجيا اللي موجودة دي عشان ما نعودش في البيت لازم كل حد جنب بمجاله يعني مثلا انا كجرافيك ديزاينر او ديفيلوبر ابقى بحاول ان انا اتعلم ازاي ادفيلوب اصلا الزكاية الاصطناعية او ازاي اتطور الزكاية الاصطناعية هو مش منتشر لوقتي هينتشر بقى او وهو مؤخرا بينتشر بشكل سريع جدا طب انا بشكرك جدا شرفتني ونورتني مشاهدينا يعني انتهينا من حلقتنا النهاردة بكرا ان شاء الله حلقة جديدة وبرنيميك شباب alm cargo شكرا